سلام جي اسباح كامل تكونوا بخير و سح تكون بخير ان شاء الله هيقاكم هاد الفيديو بسحة جيدة ان شاء الله اليوم انا حنديرو مقراط البي مقراط البي هو الاصل ديالو كما مقراط الوز برك يجي محشي بالبيستاج هاد اللي قطو بالدات بنا على بنا ستقوني قد ما نحكي لكم عليه اقليل نبدأ الوصفة مع بعض و دوك نشرح لكم بالتفاصيل كامل و سقطوا اي واحدة مبتدئة قادرت ولي محترفة في حلويات التقليدية هاد اللي تكنيك الاصراء اللي حنمدهم لكم اللي بزاف ما يقول لكم شعليهم هنا يشوفو انا حندين وعشرين حبا ارتلتها على الوز باش تعارفوش حل خرج لي الوز رحوه رقيق مدا بيكم مروحو ارحوه شغوله لكو حديرو غبرة اللوز ارحوه رقيق قدمة ارحوه رقيق قدمة مليح ارتلتها على الوز يقابلو مئتين وخمسين غرامتاع سكر عادي سكرتاع القهوة اللي ينشربو به القهوة ارحوه ارحوه غبرة ارحوه في الاشوار السكر ارحوه باش يقول لكم هكا زوج حبات مبشورة عليمون ملعقة كبيرة لزبدة تحبو زبدة التوريق والدوبوه تحبو زبدة عادية السكر هذا العادي تقول لكم نعوده بسكر ناعم اللي اختر سكر ناعم فيه الميزينة ارحوه فيه الميزينة ارحوه يبس لكم مقرة اللوز باش نحبو مقرة اللوز ديانه يجيبنين ويجي هايل ناعم السكر ناعم نديروه بالسكر العادي وعلى هنه يرحيت السكر باش ما نخليش هذيك العملية على غدوه يدوب لي السكر بلاس نقدر نطيب مقرة اللوز ديانه ويجيني معسل مقرة اللوز ويجوني معسلين وهيلين هنه كي خلط هذيك الخالي دقاع ندير حبه تعبيت كاملة والباقي نكمل سافر اللي كونتيتي صغار اللي كونتيتي صغار نديرو غيز صافر مدابيكم كيما هنا أنا كونتيتي صغيرة درت حبه ببيت كاملة وكمد ثلاثة حبات سافر زوج هذو سافر ودوك سحقيت زد تاني حبه واحدة اخرى يجيكم من مقرة اللوز ديانكم السفر يجيكم الطريق قد ما تكتروا الباياد يبسلكم وقد ما تكتروا السافر يطريلكم تقدروا تروحوا ديروا غير السافر كيبهنا يقولوا كنديروا غير السافر ترفض لكم استحبات هكذاك انا درت واحدة كاملة وثلاثة سافر وتعجنوا مليح باش السكر يدخل في اللوز قد لكم تقدروا سور بلاس تطيبوا مقرة اللوز ديالكم ولا مقرة الباي اللي اناني حنديرو ما حيصالوا والو حيجيكم يدف الفم يجيكم شباب يجيكم ماسل السر هو فهدك السكر السكر اللي احنا مال فيه نخدم مقرة اللوز نخليه يبات نو دوك هنا نقدروا نخله شي يبات جاتنا كوموند حبينا نخدمه لينا جاونا ضياف هم جاينا عشية نقدروا نوجدوه شوفوا كيف هجيكم العجينة ما تتلسق ما يابسه وشوفوك اللي راه يتتعلق في يدي راه يتبان باللي شابه في جي واحده نخليها ونغطيها نلوح البيستاج ديالي هنديروه محشي على بيها نعطلوه مقرة الباي هنا نخد البيستاج لمو بشوي يحسل بشوي يحسل بارك ما ندلوه نبا يضبيض لمو غير بشوي يحسل حتى يقولي عندي عجينة البيستاج في جيهة واحده اخرى هداك اللوز ديالي غني دالته في صاشي وراوي رياح قلت لكم قد ما ترحوا اللوز مليح رقيق يعطيكم نتيجة مليحة ليهي وشنو شفتو كي كنت لنفع عجينة اللوز كيفه شراهي تتعلق معايا كانت دوكن عاود نجيبها لكم وتشوفوها هنا ندلوه في العسل ما عندناش كمية محددة هنا هي البيستاج خاضية مئتين وخمسين غرام تحبو تعوضو البيستاج بالجوز الناس مثلا اللي يقولو لي الحلويات مكلفة حلويتنا التقليدية قاع مكلفة وحنا هنا نعاونو في الناس نعلمو في الناس تاخذ فكرة ماشي اصلا حلويتنا التقليدية ماشي لكل يوم للمناسبة تجيك خطبة لا تستطيع التقليدية لا تستطيع التقليدية تتكلي على روحك اذهبوا إلى هذا المول البيضاء هذا المول شرعته من الملتخاز هو عندي نغمال مو هذا المول هاي البزاف نقول لكم كيف تستعملوا هنا هنا عجينة اللوز هنا عجينة اللوز وزنتها 45 حشوه 10 غرامات حتى في مقرانة اللوز سأقول لكم اختيار وانتما اضمنون لا احب المرسل احب مقرانة البيض احب مقرانة البيض احب الناس احب مقرانة البيض سألتها 45 حشوه 10 غرامات سألتها 55 للمنزل حشوه 10 غرامات الوز 40 والحشو 10 تجيكم فيها 50 قرام ماشي 55 قرام تقدر تروحوا حتى ال 45 قرام انتم موش حبيته المول هدا بزاف اللي قولوا لي معرفنا مقدرنش نستعملوه شوفو تستعملوه مباشرة نختار هو بلاستيك هذا التقيل شغول جايكي شغول هذا البلاستيك الجايكي العظم المهم هداك النوع وش ديرو حطوه بابيفين وخدمو اهلاز بالربع حبات تمتم تكملو كيما را كنت شوفو فيها ندير ودوك تشوفو باللي تاني بدلت الوزن اختار احنا ايه انا بانوا لي كبار وصورتهم لكم علاجة للناس اللي تحب القاطو كبير انا بالنسبة لي اياه 45 بين حشو لوز كلاشا ما عندها ندير 35 في اللوز و 10 في الحشو تجي سافا بالنسبة لي اياه انا بصح للناس نخدموه هكا لازم نخدموه هكا صح لي انا نحب الحبات ماشي كبيرة بزاف راكو تشوفو انتوما تتحكمو في الوزن يبقى ليكم شوفو هنا كي درتها حكا شوية صغيرة وما خرجت لي شوية عالمول ويجيكم قبة انتوما قد ما تتضغطوا قد ما تجي الحبات شابة تقولوا لي كيفاش نطيبوه مقاروط اللوز ولا مقاروط الباي نصيحة نصيحة لكم شوفو المقاروط الحاجة اللي حب القارس كشتوني درت زوج انا عندي غير طب درت زوج مبشورة تعليمون وما يحبش يطيب بزاف عندو زوج حاجة يحب القارس وما يطيبش بزاف دخلوه طيب مدة سبعة دقائق برك هنا يراهو طابلي خليتو برد شوية الناس اللي تحب يقعد لها مقبب بزاف هو راهو مقببا تيبسوه كتر من هاكا العجينة انا من حبهاش يابثا من حبهاش انا الصاع عندي في الدوق في البنة ادوك شوفو كيف هيجي قطلكم هنا يرا ما زهر ودرت له مغرفة رينا كيما زمان انا مازلني في هذه الطريقة من دير الشيربات اخترت جيب زاف حلوه هو حلو اخترت جيب زاف حلوه مغرفة رينا نحطه يتقطر اللي بزاف تاني يشوفو هاد المرحلة مهمة تاعت السكار اللي يبعتولي عليها بلك ميات ميساج فى النهار ولكن يدير القارطو تاعتها مثل انتشارك مسكروا لا مقرط اللوز لا مقرط البي ولا اي حاجة يتتسكر هذا هو السر فى التسكار خلوهم يقطروا خلوهم يقطروا ولا نشفوه هاداك البابي تغشون هاداك البابي هاداك اللي نشفوه به على الكوزينة نشفوه هاداك المقرط اللي اذا ما تتخيلوه باللي ما تشرب لكمش سكر تشرب نغمال والسكر التسكار تسكار ماشي ما تديروها كيلو سكر وها ترفض تقدروا بنصبه هاداك تسكروا ثلاثين حب مقرط اللوز ولا مقرط البي ولا كان اي قطوه تسكار انتوما يتحكموا شوفوا ندلوه هكا السكر نخليه خمسة قايق ونعود نول ليليه التسكار السر دياله فى اليد فى اليد ما كان ينصى انهم يحزانون فى اليد هي اللي تلعب دو فى اليده هي حوة تس Prix براحة اليد تمسحاو تقليه وتتخلوش طبقة كبيرة تحت السكر لن تسترك ينتم تقليه ان تسكروا ان تسكروا هاداك اللي ينبجوا نذهبون الصفاية من ينبجوا بيتكم نحن نفعل العملية اللوله نضيه طبقة تحت السكر لا تكونش كبيرة الناس اللي لا تستهلك مقرط اللوز و لامقرط البيت تحت اليوم لا تسكروش لا تستهلكو على ثلاث يام عندها سمانة جاية طيبة خليه يبرد حطيه في امبوات كي تحبي تأكلي ليس شرط للناس يوميا زي ما ليهم دايما من عندك يتشرحوا مقرطة ليس شرط لازم عندها خطبة او عندها عرس او عندها هكذا حبيت تديره لك كل ما تحبي تأكلي سكري هدوك السبعة او ثمانية حبات كي لا يبقى عليه السكر هو لا يفوت سمانة يودي سامط السكر يتسكر بخطوة لم يدروا كوش رقيقة المهم الخدمة جاء براحة اليد هذه نصائح نمدهم لكم للناس اللي تمدلي هدو الأسئلة هاوليك كيفاش باش تحافظوا على مقاروط البيت تحكم لمقاروط اللوز ديالكم هنا يشوفو كنكمل نلقى ماشيكوش كبيرة تحسكر وتباليل حبه ماشين فينيا ندلها هكا نقلبها لازم على ملتحت ندلها السكر ونعاود ندلها في الوجه ديالها لازم هكا هدية شتاب اللي رفدت بزاف السكر عاوت نحيتولها نغمال ومددت حتى مونتاج خليتوا قدامكم باش تشوفو كل حاجة قدامكم كي تروح يطبقي حاجة ما رحت تغلطي فيها تحطي قدامك للفيديو وتشوفي والطبق الوصفة المهم تبقوا هكا تديروا كما راكوا تشوفو راني ندير وشوفو نقول لكم واحد الحاجة اللي هي مهمة انا كنكون ندير فلا فيديو نتخيل لوحي راني معاكم كشغولة كو حضرتوا معايا حصة اللي اختر شرحي بلك مختلف على وحد اخرين مدلكم ناصائح شغولة لكم قدامي ننسيين معلومات توصل اي وحدة جامي خدمة تقعطوا لازم دايما هكا شوفو تديرو من تحت السكر ومبعد تروحو للوجه الوجه ها تديرو لها ما تكترول هاش تبقى كبيرة تحت السكر ماشي صح في السكر صح في لا فيديو نسيون هادي الورد هاد اياما كيفينيش في هاد الفيديو نصوره لكم المرة الجاية ان شاء الله ولا هنوري لكم كيفية تخدم هاد الورد هاد الورد نقدب عليكم زاد النصف مقرط الباي وتقدروا تخدموه قعب الالوان والورد يتخدم مقبل ولكي الناس تخدم الورد مثلا مقدر تيش مكفاكش الوقت يتباع سيخ كومون تصعب يتشريه ولا تخدميه انا كيكون عندي الوقت نخدم الورد كي ما يكونش عندي ما نشريه منين داك مي بره ما تصيبش ويش تحبين تيجا المهم مرة واحدة اخرى ان شاء الله هنديروا فيديو مخصص للورد ولكي ان قنوات ما شاء الله ما شاء الله راهي معمرة يعلموا باتقان كيفاش يخدموا الورد كي الناس عندها غير مجال الورد وكل واحد كيفا انا حاكمة شوية شوية انا القاطو وشوية ورد وهي شوفوا الواحد شوفوا قد ما يكون عنده الخاطر قد ما يقدر يتعلم قد ما يقدر يتعلم وكل يوم كعين حاجة جديدة الوردة هدو بزاف شابين انا عجبوني بزاف انتو ما قولوا لي رايكم في الفيديو خلوا لي فليكم انتغى رايكم كيفاش جاكم وكيف جاكم فيديو تاع اليوم ستقولوني سيت شرحت لكم قد ما يقدر قد ما يقدر شغل سيتمدلكم التفاصيل تاع التفاصيل تاع نجاح الوصفة السر ما خبيتوا عليكم هاد اللي يقول لاني ندرهم لكم لاني نعلمكم فيهم لاني نوريهم لكم انا ما نقولش نعلم لاني نوري لكم نغمال هنا كي درتهم فلابوات كانت عندي كوموند هنا كانت ستة تاع الصباح كي كنت ندر فيهم وتعرفوا الحالة راهو راهيشتا وقع في الحال ما هوش الصباح ما تنودش الشمس كي ماما الفا وقع تشرق الشمس قلدي مش يتنود هنا نستفيهم المهم هنا كانوا رايحين البلاد قع واحد اخرى المهم الحمدلله كي وصلت مولاتهم بخير وكي وصلت لكموند بخير بزاف اللي يقولوا لي لا تخدمي لي كوموند انعام نخدم لي كوموند مرحبا بكم عندي النيمي غضية اللي يراهو في صندق الوصف اي استفسار اي حاجة ما فهمتوهاش خلوها لي في التعليقات ولبعتوا لي في الانستغرام احنا غلقت لكم الابوات ومبعدها كي طلت الشمس كانوا عندي هكا حبهات خليتهم للتصوير وليتهم لكم يجيكم بنا على بنا اهم موشان حلويتنا التقليدية ما شاء الله عليها كل يوم كل يوم كل ما نجي نصور نصيب انواع تتلف لي قاوش نصور معني نقول لكم تهلا في رواحكم نتمنى لكم متابعة ممتعة ان شاء الله تكونوا تستفادوا من الفيديو اللي ندرهم لكم باي باي اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة